أهلا بكم بدأ الاتحاد الأردني لكرة القدم عبر المنصات الإلكترونية بطرح تذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب كوريا الجنوبية ضمن تصفيات كأس العالم ومن المقرر إقامة المباراة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل وذلك على السادي عمان الدولي ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم الفين وستة وعشرين وأصبحت الآن التذاكر بكافة فئاتها ودرجاتها متاحة عبر المنصة الإلكترونية توجى نادي شباب الفحيص بلقب النسخة الخامسة والعشرين من بطولة الأندية العربية للسيدات لكرة السلة وذلك للمرة الأولى في تاريخه وحقق الفحيص اللقب بعد تفوقه في النهاء على نادي العلا السعودي بنتيجة 84 نقطة مقابل 60 في اللقاء الذي أقيم في صالة النادي وكان نادي شباب الفحيص قد وصل إلى النهاء بعد فوزه في الدور نصف النهائي على نادي الفتاة الكويت فيما حجز نادي العلا السعودي مقعده في النهاء بعد الفوز في نصف النهائي على كوسدار الجزائري كرم الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية أعضاء فريق الأردن الذين شاركوا في دورتي الألعاب الأولمبية والألعاب البارلمبية التي أقيمتها في العاصمة الفرنسية باريس وعن الأمير فيصل بن الحسين أصحاب الإنجازات مشيدا بالأداء الكبير الذي قدمته منتخباتنا الوطنية في الدورتين الأولمبية والبرلمبية كما أكد الأمير فيصل على جهود الاتحادات الرياضية في تحقيق هذه الإنجازات ودورها الكبير في تطوير وتقدم الرياضة الأردنية أكد نادي ماشيسر سيتي الإنجليزي إصابة لاعبه الإسباني رودري على مستوى الركب اليمنى وذلك خلال مواجهة نادي أرسنال في الدور الإنجليزي الممتاز ولم يستطع الدولة الإسباني استكمال المباراة ليغادر ملعب الاتحاد في منتصفه الشوط الأول بسبب الإصابة وأصدر النادي الإنجليزي بياناً رسمياً اليوم الأربعة أكد خلاله معاناة رودري من إصابة على مستوى الأربطة في الركبة اليمنى ومن المرجح أن يخضع لعملية جراحية دقيقة يستعد ليفربول لمواجهة مهمة صعبة أمام وستهام يونيتد في ملعب آنفيلد ضمن مواجهات كأس الرابطة الإنجليزية 2024 ويسعى ليفربول للدفاع عن لقبه بكل قوة بعدما توجه به الموسم الماضي على حساب تشيلسي علماً بأنه أكثر الفرق الإنجليزية تتويجاً بالبطولة بعشر مرات من جهته يستهدف وستهام الإطاحة بليفربول في بداية المشوار بالكأس وتحقيق نتيجة إيجابية والمنافسة على لقب البطولة تقام الليلة مواجهة تجمع بين فريق برشلونة وختاف ضمن الدور الإسباني لكرة القدم وذلك على ملعب لويس كومبانيس الأولومبي ويسعى برشلونة متصدر جدول الترتيب بثمانية عشرة نقطة وبالعلامة الكاملة حتى الآن لمواصلة سلسلة انتصاراته والابتعاد أكثر عن أقرب ملاحقه غريمه التقليد ريال مدريد بينما يبحث ختاف صاحب المركز التاسع عشر بأربع نقاط فقط عن تحقيق انتصاره الأول في البطولة